انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهار الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فلاه حياة ابدية له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن بي ينال باسمه خفران الخطايا اشتركوا في القناة الكنيسي وباسم يسوع الله رح يتكلم نقلوبنا متى 16 والاية 13 ولما جاء يسوع الى نواحي كسرية فليبوس سأل تلميذ وقالا من يقول الناس اني انا ابن الانسان فقالوا قوم يحن المعمدان واخرون اليا واخرون ارمياء او واحد من الانبياء قال لهم وانتم من تقولون اني انا فاجاب سمعان بطرس وقال انت هو المسيح ابن الله الحي اجاب يسوع وقال له طوبة لك يا سمعان بن يونة ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الي الذي في السموات وانا اقول لك ايضا انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها امين يقول الكتاب لما جاء يسوع الى نواحي كسرية فليبوس كسرية فليبوس يا البنياس البنياس حجب للشيخ يسوع يسأل تلميذ هذا السؤال من يقول الناس اني انا له الناس بتحكي واحد عم يعمل الاعمال اللي عملها يسوع يبخلي الناس تحكي لما تتغير الناس رح تحكي لما تآمن الناس رح تحكي لما تصلي الناس رح تحكي لما تتجدد الناس رح تحكي بقولوا أشياء سيحكوا عليك سيعطوا موقف سيعطوا أفكار إما بقولوا هذا ممثل إما بقولوا هذا كذاب إما بقولوا هذا نصاب إما بقولوا هذا مؤمن حقيقي الناس بتحكي فيسعب يسأل التلاميذ الناس شو عم تحكي عني الناس شو عم تحكي عني لماذا؟ لأن الناس بتحب تعطي رأي بالأشياء إذا واحد طلع على الأمر صدقني واحد فلاح بسيط كل عمره بفلح الأرض عنده رأي إذا كان بنفع نروح على الأمر ولا لا واحد دكتور كمان عنده رأي بنفس الموضوع واحد بروفيسور عنده الناس كلية تعطي بتحب تعطي رأي بتحب تعطي موقف تحب تحكم على الأمور تحب تنقل الأخبار فيسعب من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان إذا حدد إنه كابن الإنسان أنا شو الناس بتحكي علي شو بتفكر إني أنا فشوف شو بقول الكتاب الآية 14 قال لهم قوم مش واحد قوم بقول أنك أنت يحنن مع مدان آخرون يعني في قوم معين في قوم تاني يقولون إنك أنت إليا وآخرون أرمية وشايف يعني بنفس البلد اختلفت الأراء ناس بولوا هذا يحن مع مدان ناس بولوا هذا أرمية ناس بولوا هذا إليا وا 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 أو واحد من الأنبياء بعدين بيجي بالآية 15 يقول وأنتم من تقلون سوف أديك تلاحظ إنه يسوع عم بيفصل بين مجموعتين الناس وأنتم لأنه مفروض يكون فيه فرق مفروض يكون فيه فرق شو بتقول كريستين وشو بقول شادي وشو بقول فادي من هو يسوع عن باقي الناس الناس محتارة الناس تتصارع الناس عندها مليون فكرة يحنى إليا أرمية واحد من الأنبياء هاي المجموعة في منها بس طيب شو معكم انتم شو معكم انتم ليه يسوع عم بيسأل هذا السؤال لأنه بده يعرف شو موقف التلاميذ هل التلاميذ أفكار حكم هون على هذا الشخص اللي هو يسوع ابن الإنسان صار منسجم مع باقي الأفكار تبعث العالم أم مختلف وهذا السؤال إن اليوم كأن يسوع بقول حدد موقفك اتجاهي أو ده أسألك يا أخوي مين يسوع يجب أن يكون عندك موقف عندك فكر عندك إيمان عندك عقيد بس تذكروا هذا الموقف هذا الفكر هذا الإيمان يجب أن يكون مختلف عن ما يؤمن ويظن ويفكر به القوم والآخرون نحن مفروض نكون مختلفين لاحظوا نحن عايشين بأيامات صار الأشياء مخلوطة لدرجة بدنا نردي جميع الأطراف كيف بدنا نردي جميع الأطراف إنه صار في تعليم كله منيح كله منيح أنت بتأمن بفلان رائع المهم آمن أنت بتأمن بفلان برضو منيح المهم تكون مؤمن وإنت آمن بيسوع بتأمنش بيسوع بتأمن بالنبي الفلان بتأمن بالنبي الفلان إيش بدك آمن المهم تكون مؤمن خليك منيح خليك ولا تطير كلنا زيبا عاد كلنا حلوين ما شاء الله ونحن المؤمنين وصلنا وضع صرنا نخجل نقول أنا ليسوع ويسوع مختلف ليه لأنه منخاف أنه يزعله مننا منخاف نكون مختلفين منخاف نكون مميزين منخاف أن المجموعة تضهدنا منخاف أن نكون نشاز منخاف يحكوا علينا منخاف يبتعدوا عننا فصرنا نعمل يسوع بينفع على الكل زيه زي غيره رو عند المثل ولك أنا بأمن باليسوع بعيسى أكتر منكم سدوني ها بأمنوا مية بالمية بأمنوا بأمنوا بس هل يؤمنوا بيسوع بحسب الكتاب ولا في عندهم إشي خاص بيسوع رو عند اليودي بأمنوا يسوع كان كان راف ولي واحد ذيك المرة كان راف عايش فعد بقى الرب وقف ضده بين وين بيسوع كان وجود ونحن الكنيسي اليوم لازم نحدد موقفنا اتجاهه لأنه سأل السؤال من يقول الناس أني أنا ومن تقولون أنتم أني أنا لازم يكون في اختلاف لأن هاي ngày ما تبطل يعني صار صعب صار صعب التمييز بين المؤمن وفكره بين المؤمن وعقيدته بين المؤمن وتصرفه بين المؤمن وحياته بين المؤمن وإيمانه بين المؤمن ولباسه وباقي الناس نلبس زي ونحكي زي ونتصرف زي ونروح على نفس الأماكن ونأتي من نفس الأماكن ونعلم نفس التعليم فبطل في فرق يسوع بمتة خمسة أربعة عشر قال أنتم نور العالم لماذا قالنا نحن نور العالم مش عشان بس أنه إحنا بدنا نضيء لأن النور يضيء هذا العالم المزلم نحن لازم نضيء فيه بس دو قل لك إشي شي يميز النور غير أنه يضيء إنك النور حتى لو كان ضيء صغير ضيء صغير 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 زي الضيء تبع التليفون شايفين هذا الضيء؟ شوفوا ما أصغرها يلنبا طلعوا طلع الضيء مزعجي ظلك تطلع عليها تقدرش تهرب من هذا الضو من لمعان هذا الضو مزعج تعرف ليه؟ لأن الضيء له حضور الضوء له تأثير فقال أنتم نور لمتميز وشوف دانيال صحح 12 والآية 3 دانيال صحح 12 والآية 3 بيحكي عن الفاهمون شو بقول الفاهمون ليه أنتم إحنا أولاد الرب الفاهمون يضؤون يعني يلمعون ويضؤون كضياء الجلد يعني يعني شعب الرب مفروض يتميز كيف النجوم لما تطلع عليها بتلاقيها منوري وسط الظلم بتقدرش نجمي موجودي ساطعة ما تراها تذكر اللامبر الصغير تبعت التليفون تقدرش كإنه مش موجودي لأنه بتشاع بقول الفاهمون يضؤون كضياء الجلد والذين ردوا كاتيرين إلى البر إلى البر كالكواكب فعلينا أن نتميز علينا أن نختلف بفكرنا كيف منحكم على الأمور عم بتتابع بعض البوستات اللي عم بتصير الأيامات فيك زي حرب بالعقيدة بين بين مجموعتين من الناس في ناس بيقامنوا باشي اسموا اللهوط الفلسطيني وفي ناس بيقامنوا لهوط شعب الرب أو ماذا بسموهن المسيحيين الصهيونيين المشكلة إنه هدولة الفكرتين مجموعتين من مؤمنين المحترمين بيقامنوا فين ما عندي مشكلة معهم بس المشكلة إنه علقوا ببعض واحد بكتب بوست ضد هذا وأنا بكتب بوست ضد هذا وبطلنا نفرق عن باقي الناس كل واحد بحكي من واجعه كل واحد بحكي من موقفه بس بطلنا متميزين وتشوف صغار النفوس هدول العظماء على الأنين ببعض وصغار النفوس يا أخوتي خلينا بالمحبة خلينا نركز على الراب كل واحد يقمن شو بده يعني ليش عم نكبر الموضوع على الأدي بلاش بالسوشال ميديا بلاش على الإنترنت روح عند أخوك وقعد انتوياته تحدث انتوياته بلك ومش فهم صح بلك انت مش فهم صح مين العم بحكي هذا الكلام لصغار الكبار ما شاء الله كل واحد مقال وكل واحد كتاب كل واحد جريدي وكل واحد لقب وبطلنا متميزين بطلنا نضوي هاي مشكلتنا انه اللي قالنا انتم نور وقالنا راح نضيق عايشين في أيامات انه الضي طبعنا صار خافت بطل مشاع ضي الخافت وضو بس مش هذا اللي الله أو هذا الهدف اللي الله أرادك أن تكون فيه أرادك الله أن تضيء تشاع وانت اليوم خافت من هو يسوع بالنسبة لك شو العلاقة بين العم بحكي أنا وبن من هو يسوع شو يسوع بالنسبة لإلك هو بيقرر كيف تكون بيقرر كيف تسلك بيقرر كيف تتصرف بيقرر نورك قديش مشاع واللي خافت بيناء على إيش أنت وأنا من آمن مين هو يسوع في ناس بيفكروا عليه نبي مش غلط هو نبي في ناس بيفكروا عليه صانع العجائب برضو مش غلط هو صانع عجائب في ناس بيأمنوا انه هو المخلص برضو مش غلط هو مخلص بس السؤال مش مهم هو إيش إنما هو إيلي إيش شو بالنسبة لإيلي أنا هو خالق ومخلص هو ملك كله رائع بس هذا يفرق عن أقول هو مخلص وهو ملك وهو شافي وهو عافي وهو رحوم وبينما أقول هو مخلصي شافي ملك سيدي ربي عشانيك قال يسوع ماذا يقول الناس إني أنا ألوله كذا 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 وأنتم من تقلون أو ماذا تقلون جاوب بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي قال يا بطرس مش لحمه دم ألولك الكلام أعلن لك بل أبي الذي في السموات هذا كان إعنان سماوي من الآب أن يسوع هو ابن الله ابن الله هذا يسوع الكتير بأمنه أنه هو نبي أو مقتدرا بالفعل وبالأقوال وهذه الأشياء بعلننا الكتاب عنه أشياء رائحة شوف ده أبدالكم يحنى واحد والآية ثلاثة كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لما تفكر بيسوع بجتفكر بهاي الأي كل إشي بتشوفه حولك طلع الشجر البحار الغيوم الكواكب الكرة الأرضية المجرات المياه الأسماك الإنسان الحياة النباتات كل شيء به كان من في نبي به كان كل شيء من في نبي بغيره لم يكن شيء ترشو معناها به كان كل شيء وبغيره هي صفة إيش صفة الخلق هو العمل للأشياء شوف الأي أربع فيه في يسوع كانت الحياة مصدر الحياة عشان يك قال أنا هو الطريق والحق والحياة والحياة أي نبي أي نبي كانت فيه الحياة مصدر الحياة جبوا لي أنا بدي أتبعو جبوا لي النبي اللي فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلم والظلم لم تدركه شوفوا كولوسي واحد خمستعش عن هذا الذي به كان كل شيء شوف كولوسي بقولوا شو بعلمنا من خلال هذه الرسالة الذي هو صورة صورة الله غير المنظور طب الأصل نسخة صورة عن الله كمان دور شوفوا الآية ستاش فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى وين بدك بأي مكان إيش بتتخيل إيش سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلطين إسماعيل أي الكل به خلق والكل له قد خلق إذن يسوع المسيح هو خالق عشان يك بيقول لي يا غي يوسف طيب يعني إحنا المسيحيين نتبع مسيحنا الإسلام بيتبعه محمد اليهود بيتبعه موسى البوذيين بيتبعه بوذة الهندوس بيتبعه فنوكوشي مش عارف مين هنا مش مين نتبع نحنا مش عم نحكي على شخص بيعلّم مش عم نحكي على النبي جاب تعليم جاب كتاب جاب مش عارف شو نحنا عم نحكي على خالق به كان كل شي وله قد خلق يعني بي قد خلق وله قد خلق كل شي تتخيله هذا يسوع عشانك أنا بقدرش أساوي بين يسوع يعني أمرات بتشوف في هيك مناظرات أمقارنات مناظرة بين مقارنة بين يسوع وكما النبي تاني جا عم بتقارن بين النملي والساروخ شو عم بتسوي أصلاً تبدأ بهذا الموضوع ممنوع تبلش فيه فيش أيش تقارن انت عم بتقارن انسان بخالق في واحد يقول عن الكتاب أنه صورة الله ترش عمني صورة الله يعني نسخة طب الأصل عن الله يلاقي لأنه صورته هذا هو ما في شي بأ الله مش موجود في يسوع وما في شي بيسوع مش موجود بأ الله هذا معناها صورة نسخة طيب شوفوا العي 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء ملء 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 الله موجود في يسوع حال كل ملء الله حالل في يسوع مش نصه مش شعفي من الله موجوده بيسوع مش خمسين كيلو يسوع والباقي الله لا 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 كل ملء الله حالل في هذا الشخص اللي اسمه يسوع كنت عم بتسمع على واحد ملحد بيدله يحكي كلام ما بدي أسكر عن إيش بس هو ملحد عم بيحكي مع شخص مسلم وبيجادله العقيدة اللي بأمن فيها مش هذا المهم المهم قال له أنت مسيحي قال له سديني أنا مش مسيحي أنا مش مسيحي بس قال له صرميت للمسيح أشرف من أي بنادة ما تتعرفون هو مش مسيح قال له كيف يعني قال له يا خيضر شو حكا هذا المسيح قال له يسوع الناصري شو حكا شوف شوف المستوى شوف الأخلاق شوف الأعمال نعملها شوف القداسي شوف الحب شوف العطاء شوف تعاليمه يا أخي وهذا مش مؤمن تعرفوا ليه أننا مش عم نحكي على شخص عادي نحنا عم نحكي عن خالق تجسد وأخذ جسدا صائرا في شبه الناس في حل كل ملء اللهوت جسديا بقول خلوس فيه حل كل ملء اللهوت هو القال عن حاله أنا والقاب واحد فأنا مش مش مفروض أخجل من يسوع مش مفروض أعمل يسوع يش صغير عشان الناس ترضى علي مش مفروض أكون زيهم بقدارش لما توما قال أنا ما بآمن لحديت ما أجس جراحاته دار يسوع والأبواب مغلقة مسكر الشبابيك والأبواب بوم ولا يسوع بالنص كيف فات ندى لتوما قال تعال حس لجراحات توما لما شاف هذا المنظر شو قال الأجابة ما وقال له ربي وإلهي شوفها يحنى عشرين ولا يتمنى عشرين قال له مرة كنت عم بتجادل مع شو ديهوى هذا الموضوع كنت أحب الجدلات من زمن اليوم بطلت أجادل حدا بدك آمن آمن بدك شت آمن انت خسران شو بيسوي لك بدك تروع جنة مروع جنة بدك تروع السماء يميت هلا فيك من زمن كان بدك أفوت له السماء براسه غصب عنه وفاكوت تظن يا جدل اليوم لا أفعل أحد الحمد لله تغيرت أخذلي 55 سنين لهذا موضوع حسنا هذا تبع شو ديهوى بقول لي عن هاي الآية إنه توم ربي وإله يعني زي بالانجليزي Oh my God Oh my God تقول يا حبيبي الآية بتقول Oh my God الآية بتقول وقال له عن بيكلمين يسوع ربي وإلهي وبأصل اليوناني واضحة أكثر قال له ربي وإلهي ربي وإلهي قال له يسوع أنك رأيتني يا توما آمنت توبى للذين آمنوا ولم يروا شوف فليب الثنين والآية الستي الذي الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله بل أخلى نفسه آخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب كان في صورة الله أخلى نفسه تخلى عن صفاته الإلهية آخذ صورة عبد هو ما كان عبد هو أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس ووجد في الهيئة يعني من منظر لما تجسد وجد في الهيئة كإنسان هذا وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفع الله لهذا الذي أخلى نفسه وتخلى عن صفاته إليه هو على الأرض أعطاه أسما فوق كل أسم لماذا حتى تشثوا باسم يسوع كل ركبي ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض طب يا أخي لماذا لا نشثوا باسم موسى لماذا لا نشثوا باسم محمد لماذا لا نشثوا باسم مريم العدرة لماذا نشثوا باسم بطرس وبولوس والقدس لماذا لأنه لم يعطى في أسم واحد ليه لأنه هو صورة الله كان في صورة الله وتخلى عن صفاته الأرضية الإلهية لما تجسد ولكن هذا سوف يعترف كل لسان كل لسان سوف يعترف أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله هذا هو يسوع السؤال ما مدى التزامك قل لي قديش أنت ملتزم معا قديش حقيقي من كل حكينا بتشوف بيسوع هذا الشخص هل أنت عن جد بتآمن هذا هو يسوع هذا هو يسوع هذا اللي بقول عنه الكتاب ليس بأحد غيره الخلاص ما فيش يا ريت فيه بس ما فيش قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به ما فيش مش لا إنه الله ما بده بس لأنه بس واحد بيقدر يحطيك حياة واحد بيقدر يغفر خطيئك واحد بيقدر خلصك لما قال أنا والآب واحد اليهود يجي بيرجموه ليه مش عش إنه حكي قالوا تجعل نفسك مساويا لله فاهمين اليهود الكلمة فهذا اللي لما يسوع سأل تلميزه وأنتم ماذا تقولون هل عندك فكرة اليوم لو يسوع عم بيسألك هذا السؤال يا ابني شادي بقول لك الرب مين أنا بالنسبة لإلك في عندك إشي تقدر تقوله تقدر توقف قدام الناس بتذكر أول ما بلشنا الخدمة بفنلندا كان في إخوك من خلفية آمنوا بالمسيح وأنا كنت قاعد معه ناكا بمطبخ ودلتونه ممكن أصوركم عشان أورج الإخوة كيف الرب غيركم فأنا حكيت كل واحد حكيك كم من جملي سألت الشخص الأول قلت له يا أخي فيصل مين يسوع المسيح لإلك قال لي ربي وإله سألت واحد تاني الأخت ين بتذكر مين المسيح لإلك قال لي كل شيء كل شيء أنا من غيره ولا شيء من يقول الناس إني أنا من يقول الناس إني أنا قال له قوم يحن وآخرون إليا وآخرون أرميا أو هاي الأغلبية اسمعي يا أخوتي بنفعش نكون زي الأغلبية شنك يسوع قال لي طيب هذول الأغلبية بقول لك وإنت تعلم الكنيسة شو سماها يسوع لا تخف أيها القطيع الصغير ما لش القطيع الكبير القطيع الصغير هاي الكنيسة ما بينفع نرضي كل الناس أنا بحب كل الناس أنا بشتغل حتى أخدم الناس من أي جنس من أي خلفية بس ما بقدر أعمل يسوع مديرني مدير 2024 عشان الناس تكون مبسوطة وقت الحق أنا مش بور أقول وليس بأحد غيره الخلاص ما بقدرش ما فيش ليه إنه هو أتأمل أنه وصلة الرسالة ما بدا أكمل أكثر منه من يقول الناس إني أنا وأنتم ماذا تقول فكروا بعيد جميل خلينا نحن نحن